فنتيجة لكده الحقيقة يعني تم التوافق على ان السبع مجموعات سلع رئيسية الاتية حيبدأ عملية التخفيض في اسعارهم بنسب ما بين 15 ل 25% وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية التخفيض منذ امس ولكن هو فعليا توفقنا ان بحد اقصى يوم السبت الجاي هتكون كل منتجات اللي تخص هذه السلع هتكون بيحصل فيها التخفيض ما بين 15 الى 25% وحيبقى مكتوب السعر الحد الاقصى للسلع على كل المنتجات ولكن هيبقى كمان معناها انه ممكن يبقى ده الحد الاقصى ولكن يبقى فيه مساحة كمان للخفض عن هذا الرقم لكن خلينا اؤكد ايه هي السلع دي احنا بنتكلم على الفول والعتس والالبان منتجات الالبان والجبنة البيضة المكارونة السكر الزيت الخليط بتاع زيت الطعام والرز دي المجموعات الرئيسية ولكن بالاضافة الى ذلك تم التوافق ايضا مشكورين مع اتحاد منتج الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض المائدة حيبدأ برضو تطبيقه في هذا الموضوع والحقيقة يمكن انا يعني عايز اقول ان الحقيقة احنا دخلنا في حجم وكم من التفاصيل والمناقشات والتفاوض مع يعني ممثل القطاع الخاص عشان يبقى فيه توافق على كل الاليات اللي هما طلبنها من الدولة واحنا يعني بدأنا فعلا هذه الاجراءات وحناخد كمان يمكن يعني قرارات السيد وزير المالية حيارض عليها وحوقحها فيما يخص يعني تعليق الرسوم عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الانتاج وحتبقى لمدة 6 شهور علشان نطبا اولا انخفاض الاسعار ويبقى الانخفاض ده يعقوب استقرار في سعر هذه المنتجات لان احنا مش عايزين ان مجرد يبقى الانخفاض هو مجرد وقتي لفترة زمنية محدودة وترجع الاسعار تاني تزيد فعشان كده توفقنا ان نفس الاليات اللي هما طلبوها من البنك المركزي ومن وزارات المعنية ومن وزارة المالية حتستمر تنفذها لفترة غير محدودة وبنتكلم على فترة زمنية قلنا 6 شهور على الاقل عشان نطمئن الى انخفاض وسباة اسعار السلع اللي احنا اعلناها دي لحضراتكم بنسب تتراوح ما بين 15 الى 25% للمجموعة السبع الاولانيين وفيما يخص ان شاء الله الدواجن والبيض حيبقى بحوالي 15% اللي عايز ااكد عليه ان انا تفقت مع الزملاء وحنترك لهم الكلمة طبعا يعني لو تسمحوا لي ان حيكون هناك متابعة اسبوعية بمعنى ان حيبقى فيه اجتماع اسبوعي برئاستي حيبقى بنعمله وبنتابع على الارض ايه الموقف والاستقرار الاسعار والاسعار بتنزل قد ايه ولو فيه اي حاجة مشكلة بتحصل نحلها مع بعض على طول واحنا قاعدين وناخد فيها القرارات لان كل اللي يهمنا في هذه المرحلة سبات اولا انخفاض الاسعار تنخفض وتبدأ بعد كده تستقر الاسعار عشان يبقى المواطن حاسس ان خلاص الاسعار الاساسية السلع الاساسية اللي بتمس حياته اليومية ان شاء الله تكون فيه استقرار ليها للفترة الزمنية القادمة فدي النقط اللي انا حبيت ان احنا يعني احيط حضراتكم علما ويمكن كان هناك التوافق حندخل تدريجيا على عدد اخر من السلع والمنتجات الحيوية اللي بتمس حياة المواطن المصري ودي تناقشناها وحنبدأ نعلن عنها تباعا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف علشان يبقى ان شاء الله بنستهدف ودي كانت نقطة مهمة جدا في التحديات اللي احنا اتكلمنا عليها ان اهم تحدي النهاردة بيشغل الدولة المصرية على المدى القصير والمتوسط هو السيطرة على التدخم لان كل ما كنا بنتكلم كل ما حنقدر النهاردة نسيطر ونخفض التدخم كل ما ده حيساهم فيه بالتأكيد يعني تبدأ الاسعار الفايدة وكل الكلام ده فيه السبات والانخفاض حتى لانه هي كلها مرتبطة بالتدخم كمعيار اساسي وتخفيض الاسعار وسبات الاسعار بالنسبة لهذه السلع الاساسية اللي هي لها نسبة ليست بالقليلة في معيار التدخم بالتأكيد هيؤدي ان شاء الله ان شاء الله الى بدء ان احنا مصاري التدخم في مصر الى النزول